بتكليف سامن من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع سعادة سيرين علي ديم سفير جمهورية السنغال المعتمد لدى سلطنة عمان وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده لدى سلطنة عمان وقد شكر صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية السنغال متمنيا له دوام التوفيق من جانبه اشاد سعادة السفير خلال المقابلة بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين معبرا عن اعتزازه وتقديره للتعاون الذي حظي به خلال فترة عمله في سلطنة عمان اشتركوا في القناة